موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في صباح يوم جديد يجمعنا معكم دائما على الخير والمحبة على شاشة الجميع الشرقية من كلباء أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه المجلة الصباحية والتي دائما ما نتلوع بها من فقرات وتقارير وبالتالي أيضا نستضيف ضيوف أكارم دائما ما نتعرف معهم على المزيد من التفاصيل وبالتأكيد نزيد رصيد معلوماتنا وثقافاتنا العامة يا مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الصباح ونبدأ معكم كما عودناكم بالعناوي توسع شبكات الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية موسيقى حملة علمنا مسؤوليتنا للأحياء السكانية موسيقى وآخرا وصفات أسبوعية لواجبات سريعة التحضير إذن مشاهدينا هذه العناوين نتمنى أن نوفق بطرح هذا المرمون وأن نكون معكم إن شاء الله رفقاء مميزين طوال هذه الساعة الصباحية أما الآن بتأكيد نذكركم يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق مرايا واللي يوفر لكم متابعة جميع قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر هذا التطبيق والذي يمكنكم تحميله على هواتفكم الذكية وأجهزتكم اللوحية لذلك بالتالي نستفيد من هذه البرامج وكل ما فيها من معلومات وبالتأكيد متقفين يستضافون في هذه البرامج إن كانت المسجلة أو المباشرة أما الآن مشاهدين الكرام نذهب معكم لجولة في الأخبار من صحفنا المحلية ودائما ما ننتقل لكم أبرز هذه الأخبار في هذه الصحف وخبرنا الأول من صحيفة الاتحاد حاكم الشارقة يوجه بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي وفي تفاصيل هذا الخبر وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بسرعة تنفيذ مشروع مستشفى كلباء الجامعي لخدمة المنطقة الشرقية بأكملها وتزويده بأفضل المواصفات التي تمكنه من تقديم خدمات طبية مميزة على غرار مستشفى الجامعة في الشارقة وإلى خبرنا التالي من صحيفة الخليج بالتالي أيضا نستضيف معكم في هذه الأخبار كل ما يأتي من إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية التابعة للإمارة الباسمة وفي خبرنا التالي الشارقة سستضيف الدورة السادسة من مؤتمر الناشرين العرب وفي تفاصيل هذا الخبر بحضور الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين وممثلين عن جامعة دول العربية تنظم جمعية الناشرين الإماراتيين والاتحاد للناشرين العرب الدورة السادسة من مؤتمر الناشرين العرب في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل في مركز إكسبو الشارقة ويحتفي المؤتمر هذا العام بجامعة الدول العربية ضيف شرف دورته الجديدة وتقام فعالياته التي تعقد بالتزامن مع فعاليات الدورة الحادية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار صناعة المحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة وبالتالي يجمع المؤتمر الذي يقام بشراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للكتاب 35 ناشرا ومتحدثا في ثمان جلسات في يومين بينهم ممثلون عن معارض الكتب العربية ورؤساء الاتحاد وجمعيات الناشرين العرب وكذلك خبراء ومختصون في مجال صناعة النشر والمحتوى والصناعات الإبداعية ويلقي المؤتمر الضوء على تجارب الناشرين العرب في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خصوصا عن صناعة الكتاب والتعليم وسلاسة التوريد وبالتالي فرص تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة وكذلك يناقش أثرا رقمنا على حقوق النشر ومعارض الكتاب في زمن الرقمنا وبالتالي أيضا مستقبل المكتبات العربية وحرية التعبير إضافة إلى فجوة المهارات وأهمية اللغة العربية وتأثير الكتاب والناشر عليها أما في خبرنا التالي والأخير من صحيفة الخليج لجنة في الاستشاري تبحث قانون تسجيل العقاري وفي تفاصيل هذا الخبر أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها القانوني في مشروع تعديل قانون تسجيل العقاري في إمارة الشارقة والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور عبدالله مراد ميرزة مقرر اللجنة وخليفة محمد بغانم ومحمد علي جابر الحمادي والدكتور سماعيل كامل الإبريمي ومحمد صالح آل علي وأيضا علي سعيد النقبي إضافة إلى حضور يوسف حسن العلي المستشار القانوني للمجلس ومدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية ونظرة اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل تسجيل العقاري في إمارة الشارقة من حيث الصياغات القانونية في مجال الإختصاصات والأهداف وتباحث الأعضاء في اللجنة فيما ورد بالمشروع بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية في الإمارة الباسمة إذن مشاهدين هذه حصيلة الأخبار لهذا الصباح وبالتالي إن شاء الله سوف نبدأ معكم هذه المجلة الصباحية فيما تبقى منها من فقرات وبالتالي تقارير ونستقبل ضيوفنا الأكارم بإذن الله في صباح الشرقية أما الآن نتعرف معكم على درجات الحرارة وحارة الطقس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عودة لكم مشاهدين الكرام لنبدأ معكم هذه التقارير وهذه الحصيلة التي بالتأكيد راح نستهلها بتقرير مميز عن الغاز الطبيعي بالتأكيد تسهيلا وحرصا على توفير كل سبل الراحة والسلامة فإنها قد تم تم تبديد شبكات الغاز الطبيعي للمساكن وفق أفضل المواصفات للأمن والسلامة في المنطقة الشرقية والاتفاصيل نتابع معكم الفقرة التالية مع زميلنا ودي موسيقى يا مرحباكم مشاهدين الكرام حياكم الله معنا من مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية اليوم مشاهدين الكرام راح ناخد جولة في مدينة خورفكان ونتعرف على دور المحطة هذه في توزيع الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المشاريع التطويرية في مدينة خورفكان موسيقى وهنا مشاهدين الكرام في هذه المحطة يتم دمج الغاز الطبيعي بمزيج من الروائح الخفيفة حتى يشعر الإنسان برائحة الغاز موسيقى موسيقى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة هيئة خدمية تقدم الكثير من الخدمات للمجتمع وأفراد المجتمع موسيقى تختصر في خدمة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالنسبة لخدمة الكهرباء أو خدمات الكهرباء باختصار تختصر في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على المدن والمناطق المختلفة للإمارة بالنسبة لأن خدمات المياه تختصر أيضا في تحلية مياه البحر واستخراج المياه الجوفية من الآبار وتوزيعها في شبكات المياه المنتشرة على عموم المدن والمناطق في الإمارة بالنسبة لأن خدمات الغاز الطبيعي في مدينة كورفكان ومدينة كلبة في عام 2009 وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظ الله ورعاه أمر بإنشاء محطة للغاز الطبيعي وشبكات أرضية كبنية تحتية للمدينتين وباشرة هيئة كربوميا غاز شارقة بالبدء بإنشاء الأعمال المدنية للمحطة وأيضا بأعمال الحفر لتمديد الشبكات الأرضية وكان المشروع في بدايته يشمل بعض مناطق مدينة كورفكان وبطول حوالي 56 كيلو متر وفي غضون أقل من عام والله الحمد تم الانتهاء من المشروع بإنشاء المحطة وأيضا الأعمال المدنية للمحطة وإنشاء الشبكة وتدفيع الغاز في الشبكة في غضون أقل من عام وهذا يعد إنجاز يحسب لين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الهيئة حريصة في توسع بالشبكة بحيث أنها تغطي عموم المدينتين مدينة كلباء ومدينة كورفكان ومن هذا المنطلق أو هذا المكان نوجه كلمة لأفراد المجتمع بالاستفادة من هذه الخدمة العظيمة والآمنة بما تمتاز فيه من أمان تعد الشبكة آمنة سواء الشبكة الأرضية أو الشبكات المنزلية الداخلية وأيضا ناتج احتراق الغاز الطبيعي يعد صديقا للبيئة لا يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون وأيضا الاستدامة بحيث أن الغاز متوفر في المنازل على مدار الساعة وعلى طول أيام السنة وأيضا الخدمات التي تقدمها لا بد يستفيد منها الجمهور أو المستخدمين لشبكات الغاز الطبيعي أن قسم الطوارئ متواجد لخدمة المستخدمين الشبكة على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع مشاهدين الكرام يتم تمديد شبكة الغاز إلى كافة المشاريع التطويرية في مدينة خورفكان وأيضا كافة المنازل من خلال الحفاظ على الأمن والأمان وأيضا التدقيق لأكثر من مرة والتأكد من صحة وسلامة الشبكة إذن مشاهدين استكمالا للفقرة كذلك أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمائة وواحد وخمسين منزلا تابعا للبرنامج في الشارقة للإسكان في منطقة الساف بمدينة كلباء وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم في الاستيديو المهندس خالد علي حسني مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية يا أمر حبابك أهلا وسهلا أستاذ أمر صباح النور أول شيء ما شاء الله عليكم جهد تستحقون الشكر عليه الله أحفظكم يعني أنجزت هذا الأمر بوقت قياسي نتحدث عن هذا الأمر بالتأكيد هي خطة وضعتموها وبرنامج ومشيت عليها خطوة بخطوة وصلت إلى هذا الإنجاز الآن في مدينة كلباء نتحدث عنها بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل كلامك أستاذ أمر ويعني تحدينا نفسنا وقطعنا وعد على نفسنا أن ننجز المشروع هذا في أسرع وقت وعلى أكمل وجه وقبل ما المساكن هذه توزع على مستفيدينها وبالفعل الحمد لله رب العالمين فضل من الله بدأنا المشروع في خمسة خمسة 2022 وأنجزنا في 21 تسعة يعني أقل من ستة شهور وكانت مدة المشروع تقريبا ستة شهور الشبكة كانت الأرضية حوالي ستة كيلومتر داخلية بين الحي السكني ونفس الوقت كان مقاولين الغاز للشبكات الداخلية داخل المنازل شغالين في شبكاتهم بالاتفاق معه مقاول رئيسي لمشروع السكني نفسه ولله الحمد المشروع اكتمل وما زال بعض التشطيبات جارية فيه من قبل المقاولين الآخرين ممتاز لكن بالنسبة لشبكة الغاز بالنسبة لنا احنا ولله الحمد ممكن نشغل في أي لحظة لأن الشبكة الأرضية تم تدفئ الغاز فيها وجاهزة يعني مجرد أن المستفيد من المسكن هذا يسكن اليوم خلال أقل من ساعة ممكن نشغل الخدمة ويستفيد منها ممتاز طيب هل هناك اشتراطات للمنازل اللي راح يتم توصيل لها الغاز الطبيعي أو هذه توصيلات الجديدة هل هناك بعض المنازل التي تم اختيارها على وجه الخصوص دون غيرها من المنازل لا المشروع بالكامل كان عدد الفيلة اللي فيه 151 فيلا وبالتالي احنا ركبنا لين مية وخمسين فيلا وخلين الخيار للتوسعات المستقبلية قائمة أيضا ممتاز في حالة أن برنامج سكان الشارقة قرروا التوسع وأعتقد موجود هذا الشيء الخطوط الرئيسية المستقبلية موجودة ممكن توصيلها والتوسع في الشبكات اللي يالي إن شاء الله ممتاز بالتأكيد أخذتوا بعين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة هذه من إحدى أهم الاشتراطات واللي أنتم وضعتموها بعين الاعتبار في هذا المشروع نتحدث عنها أستاذ عمر بالنسبة لأن شبكات الغاز أنت لا بد أنك تراعي الأمن والسلامة بلا شك من ضمن الاشتراطات أو الأمور الموجودة عندنا نتبحها في إدارة الغاز الشبكة تكون محمية في عدة مراحل للحماية المرحلة الأولى أنت علشان أتمد الخط الرئيسي تتفرع من الشبكة الأرضية إلى العداد وثم المنظم اللي هو داخل الصندوق الموجود خارج الجدار هذا بيكون فيه صمام يدوي وبالتالي موجود داخل الصندوق أيضا منظم ممتاز يتوزع من الصندوق هذا لين قبل ما يدخل الخط إلى المطبخ الداخلي فيه أيضا صمام يدوي فالف منويل ممكن تعمله ممتاز تشغيل أو شد داون وبالتالي جنب الصمام هذا أو الفالف موجود منظم أيضا مراحل الغاز تنخفض من أربع بار في الشبكة الأرضية إلى 75 ملي بار يعني أقل من بار احنا نزل الضغط لان يدخل البيت من خلال المنظم الأولاني وبالتالي من المنظم الأولاني اللي هو في الصندوق العداد إلى المنظم الثاني اللي هو قبل ما يدخل المطبخ ينزل الضغط من 75 ملي بار إلى 21 ملي بار يعني عندك ما فيه أي ضغط نهائيا وبالتالي يدخل المطبخ ضغط منخفض جدا 21 ملي بار فبالتالي لو لا سمح الله صار تسريب للغاز داخل المطبخ لأي سبب من الأسباب؟ الأسباب كثيرة المنظم الأولاني اللي هو موجود خارج جدار المطبخ يفصل تلقائي يفصل الغاز عن المطبخ لا سمح الله صاحب المنزل بدأ يشتغل عنده تعديلات صيانة في المنزل لأي سبب ضرب الخط الأرضي اللي هو واصل بين العداد وبين المنظم الثاني المنظم الخارجي اللي في الصندوق يفصل ممتاز فبالتالي يصير البيت نهائيا ما في غاز من الجدار الخارجي إلى داخل المطبخ ممتاز الخط اللي احنا نغديه للصندوق اللي هو أربع بار الجدار أنت عندك ممكن يتعرض لين حادث سيارة غير هذا ما أعتقد أنه فيه أنه ممكن يصير قطع لهذا الخط إلا إذا سيارة اصطدمت في الجدار فبالتالي مجرد أنه يصير قطع للخط الرئيسي اللي هو الأربع بار هذا يفصل لين صفر ممتاز هذا الخط ما راح يشتغل مرة ثانية لين يتم توصيله وتعديله وإصلاح الأطل اللي حصل فيه ويقوم فنيين الشبكة بضخ الغاز فيه مرة أخرى ممتاز حتى هذا الأمر ينعكس على موضوع صيانة فيما يخص هل هذه الخطوط تحتاج إلى صيانة من فترة إلى أخرى؟ عموما الشبكات الغاز أمرها الافتراضي بالذات الشبكات الأرضية كبنية تحتية أمرها الافتراضي يصل إلى 100 سنة ما شاء الله يعني ما تحتاج صيانة إلا إذا لا سمح الله صار تلف في هذه الشبكات نتيجة الحفر العشوائي من بعض المقاوليين أو أي سبب آخر ممتاز لكن غير تيلة جميل نتحدث عن الصعوبات الآن الصعوبات بلا شك كانت كثيرة ولكن بجهدكم وخبرتكم ودراستكم الوافية والكافية لهذا المشروع من كل جوانب وزوايا استطعتم نوعا ما تجنب هذه المصاعب أو تخاطيها بشكل أو بآخر نتحدث عنها وأبرز هذه الصعوبات بالفعل أنا باختصر لك الصعوبات التي واجهتنا في بداية تنفيذ مشروع شبكات الغاز بالمنطقة الشرقية بشكل عام في مدينة كلبة وفي مدينة خورفة كان مثل ما تعرف أخي عمر الطبيعة الجغرافية للمنطقة الشرقية صخرية صحيح فأعمال الحفر في هذه المناطق تكون صعوبة جدا تحتاج آليات ومعدات ووقت هي وبالتالي تحتاج وقت طويل وهذا الوقت كان محسوب بالفعل الأمر الآخر لما ينا نشتغل في 2008-2009 في المدينتين لقينا أن المدينتين متغطاية بالشبكات اللي هي شبكات الكهرباء والماء والصلاة موجودة قبلنا فبالتالي أنت يتقدم خدمة للمجتمع خدمة فريدة يعني فلابد أنك أنت تحافظ على الخدمات الأخرى حيث أنه ما تسبب إزعاج صحيح للمواطنين والمقيمين في المساكن في المنازل وبالتالي تقدم خدمتك أنت صحيح بدون تلاف الخدمات الأخرى فبالفعل هذا التحدي كان كبير أنه ما نتسبب في تلاف الخدمات وبالتالي نقدم خدمة نحن يعني بطريقة سلسة وهادئة ممتاز الأمر الثالث أستاذ عمر مثل ما أنت عارف يعني شبكة الغاز تعتبر شبكة حديثة صحيح في المنطقة لا شك فبالبداية ما كان فيه ثقافة يعني في المجتمع طبعا فالكل كان متخوف لما كنا نشتغل في الأحياء الداخلية السكنية كان يجينا صاحب البيت والساكنين في المناطق يقول لك أنا ما أبى الشبك هاي أنتوا بتسببون لنا ضرر وهذا غاز وهذا كذا فبدلنا مجهود كبير لأن نشرنا الوعي نشرنا الثقافة والله هذا جيدا نعم أن هذه شبكة آمنة يعني ما راح تسبب أي ضرر لكم طبعا نحن موجودين قاعدين نخدمكم وعلى فكرة خدمة الغاز كبنية تحتية خدمة يعني تفتقر لها الكثير من دول العالم على فكرة صحيح وليس المناطق طبعا فبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان الله يطول عمره حاكم الإمار الله أمي والتوسع بالشبكة هاي من إمارة الشارقة إلى المناطق الشرقية فكان بصراحة يعني مشروع جبار والحمد لله رب العالمين بدأ الناس يقتنعون شوي شوي أن بالفعل أن هاي الشبكة وجدت من أجلهم يعني وصار قبال بالتالي الشخص اللي قبل كان يرفض أن نحن نمدد الشبكة قدام بيته وكذا صار هو يطلب أن لا الحين أنا محتاج الشبكة هذي ومحتاج الخدمة جميل جدا هناك بعد أمر جدا مهم لابد لأننا نشير عليه في هذا الحديث أيضا فيما يخص الطرق والخدمات العامة المقدمة للناس نعم أنتم حرصتم أيضا على عدم قطع هذا الشارع أو إتلافه بذاته نحن الآن لله الحمد يعني بنسبة كبيرة من المنطقة الشرقية هي بنى تحتية جديدة بفضل صاحب سمو حاكم الشارقة وبما وجه في هذه المؤسسات المعنية في هذا الأمر فأنتم حرصتم على عدم إتلاف الطرق أيضا من ضمن التحديات والاشتراطات اللي حطيناها على نفسنا يعني ما حد ألزمنا فيها أحنا يعيين في المجتمع نقدم خدمة فلازم نقدمها على أكمل وجه صحيح فأنا أجزم لك أستاذ عمر وممكن الرجوع لن الجهات المعنية اللي إحنا نستخرج منها شهادات عدم الممانعة في توسع وتمديد الشبكة أن من 2008 إلى هذا اليوم اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه ما لجأنا لقطع أي شارع داخلي أو شارع رئيسي كنا دائما وأبدا نتعمد ونلجأ للطريقة اللي هو الحفر الأنبوبي اللي تحت الإسفلت برغم أن العملية تكون مكلفة نوعا ما مقارنة في قطع الإسفلت لكن أنت لما تتقدم خدمة للمجتمع فلازم تحافظ على هذا المجتمع طبعا تحافظ على أفراده تحافظ على خدماته تحافظ على كل مرافقة صحيح فأنت مو بياي وتقول أنا وصلت لين مرحلة معينة وأنجس شغلي لا دورك الثاني أو الرئيسي أنك تحافظ على هالأفراد الناس اللي موجودين وتحافظ على خدماتهم طبعا بحيث أنه ما تسبب أي إزعاج لين هذه الناس يعني أنت لا أتلفت طريق ولا حتى تسببت في إزدحام أو عرقلت سير في هذه الطرق نهائيا كانت طريقة جدا سلسة طيب يعني أبأ أخذ منك النظرة المستقبلية لإستقراءك للمستقبل لما يخص هذه الشبكة وهذه المنظومة الحديثة الآن التي يتم تطبيقها في المنطقة الشرقية ما رؤيتك المستقبلية لهذه الشبكة وهذه المنظومة بالنسبة لين المنظومة مثل ما قلت لك ساد عمر أن هذه الخدمة يعني يفتقر لها الكثير من الدول وإحنا حريصين إن شاء الله في هيئة كهرباء مياه وغاز شارقة وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد حاكم الإمارة التوسع إحنا عندنا مشاريعنا مستمرة صحيح بدأنا في مدينة كلباء في 2008 ب42 كيلو متر شبكة داخلية م شاء الله حاليا وصلنا في المدينة نفسها لقرابة 140 كيلو متر و التوسع مستمر كمشاريع للمناطق و التوسع اليومي أن نحن نحاول نوصل إلى أكبر عدد أو أكبر شريحة ممكنة في المجتمع ممتاز في مدينة خرفك كان نفس الشيء بدأنا في 2009 و كانت البداية صعبة بصراحة أن خلال سنة أو أقل من سنة نفس الشيء اللي حصل في مدينة كلباء أن تركيب المحطات في المدينتين في 2008 في مدينة كلباء 2009 في مدينة خرفك كان وبالتالي حفر الشبكة الخطوط الرئيسية الخطوط الفرعية من الشبكة الرئيسية ولله الحمد بدأنا في مدينة خرفك كان مثل ما قلت لك قرابة 56 كيلو متر حاليا المسافة الكلية زادت عن 150 كيلو متر موجودة عدد المستفيدين أو المستخدمين حاليا في مدينة خرفك كان تجاوز 1700 مستخدم موجود والعدد في تزايد يومي يعني يوم عن يوم يزيد هذا العدد صحيح نعم ماشاء الله فالرؤية اللي نحن حاطينها أو المستقبل لهذه الشبكة نحن ما نتوقف نتوسع بشكل دائم ومستمر عن طريق المشاريع الرئيسية وعن طريق التوسع اليومي ممتاز في الشبكة نحن في منطقة كلبة غطيته منطقة الساف غطينا جزء كبير قرابة 70% من منطقة الساف والتوسع موجود وقائم يعني ممتاز وكذلك في خرفك كان في خرفك كان نعم نفس الشيء غطينا حوالي أكثر من 70% في المدينة ممتاز وإن شاء الله لنا مشاريع مستقبلية إن شاء الله في مدينة خرفك كان ممتاز خلال الأيام القليل إن شاء الله اليائر سنبدأ مشروع في منطقة الأحراي في مدينة خرفك ممتاز قبل الله أروح إلى الختام والكلمة الأخيرة هذا الأمر سيطبق على المباني الحديثة أو البيوت الحديثة أو الشعبيات التي سيتم بناها إن شاء الله في القادم من الأيام بأن هناك بناء تحتية جاهزة ما قبل البناء لربما أو ما هي خطة بالفعل نحن ساد عمر نحرص دائما بتوجهات سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان طوالة بعمرة في المشاريع الحيوية للمدينتين أن نكون سباقين موجودين إذا لزم هذا المشروع تمديد شبكة الغاز نكون موجودين بالإضافة للمشاريع السياحية التجارية التي تقوم في المدينة نحرص أن المشاريع هذه تشتغل بشبكة الغاز الطبيعي جميل أنا شكر لك كل الشكر لقبولك دعوتنا في صباح الشرقية سعد جدا بهذا الحديث تعرفت معك على أهمية هذه المنظومة وكيف ممكن أن سكون التوسعات في قادم الأيام أنتم تقومون بجهد جدا كبير يقدر لكم هذا الجهد ما قصرته شكرا جزيلا شكرا الله يعطيك العافية شكرا شكرا على الاستضافة شكرا ألا توليك ألا توليك ألا توليك